البدعة أمر محدث أنت تأتي به فنقول لك قل هاتوا برهانكم ولأنت أسبوع الماضي معنا كنت معنا أسبوع الماضي هناك في شريحة جميلة وأختصرها لك أي إنسان يأتي بعبادة يأتي بعبادة وأنت تستغرب منها ما ليست عندنا أولا هو المطالب بالدليل لأننا قلنا العبادات مو من رأسنا ولا من كيفنا العبادات مقيدة بأدلة مقيدة بأدلة فنسأله سؤالا أول سؤال هذه العبادة وهذا العمل الذي أنت تتقرب إلى الله فيه علمه النبي أم لم يعلمه أمامه إجابة تام أمن يقول علمه أو يقول في الفداية لم يعلمه طيب سبحان الله ما يعلمه أنت علمه قال لا 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 علمه قال طيب النبي نمشي معك إن النبي صلى الله عليه وسلم عالمه بهذه العبادة أخبر بها أم لم يخبر النبي عرف الآن طيب عليه يا الرسول بلغ ما أنزئ إليك من ربك قال ها ما أخبر سبحان الله ما أخبر كيف عرفتها قال لا لا أخبر أخبر قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين إذن البدعة فعل يتقرب إلى الله ويطالب صاحبه بالدليل ليس أنا أنا قلت النبي أخبر دليلها عام دليل عدم البدعة إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة محدثة بدعة هذا نهي نهانا وإن كل جنب عليكم بسنة بل قال هناك حديثان من أذكرهما وهما من أهم الإحاديث في بخاري ومسلم الأول النبي يقول على صلاته والسلام هذا السؤال لكم بعد شوي الآن انتبه للإحاديثين من عمل عملا من أحدثه في أمرنا هذا من أحدثه في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني اللي يحدث ويأتي بعبادة أنا ما قلتش فيها أنا يعني نبي يقول أنا نبي لم أتكلم فيها فهي مردودة على صاحبها والحديث الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حديثاني في الصحيحين بس سؤال صغير ما الفرق بين الحديثين هذا لكم ما الفرق بين الحديثين أعيد الأول يقول من أحدثه من أحدثه في أمرنا هذا فهو رد والثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا الحدث جديد والثاني ها بذل ما تفضل الحديث الأول يقول بأن الذي يأتي بشيء جديد فهو مردود عليه فيحتج شخص أنا لم أأتي بشيء جديد أنا وجدتها وعملتها قلنا الحديث الثاني يرد عليك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد واضح بالأصل والوصف تسلم بالأصل والوصف نعم بالأصل والوصف كلها يعني لا يجد فيه لا أصل ولا وصف فهذا فنقول أتعبت نفسك أنت وللك من ضمن الشرائح بأن هناك عدة أخطاء أو أو آثام آثام يترتب على المبتدع عشرة عشرة آثام سأتي على ذكره حتى لا نطيل بأن الذي يأتي ببدعة فإنه قد يعني عشرة أشياء من أن يقولن هذا غير كامل وأنا كملته نأتي على ذكره إن شاء الله في الشريحة من الشرائح أسبوع إن شاء الله إذا سأتي فيه أجمع